ليه هذا المساء؟ آآ هذا المساء علشان آآ كزا حاجة. آآآ وقتها لو انت رجعت للانتاج في الوقت ده الفينو سبعتاشر كان له شكل. آآ. عادة ببتدي من فكرة الرفض. آآ. انك آآ لازم يعني عشان يبقى عند الحاجة دي ده لازم تكفر ما بما قد لك. تقول لا انا مش عاجبني له. آآ. مش مش هتقدم حاجة جديدة. فكان نيتي في هذا المساء اني تقدم حاجة مختلفة بعض الشيء بمعنى انه هتلاقي مسلسل هو كل يحصل فيه علاقات اجتماعية. آآ. بسيطة. مفهوش الحاجات القوية اللي بتغري اي منتج او اي. مفيش اكشن. مفيش انا اريد بك مفيش حد مات. مفيش حد آآ مفيش مشدس. ولا ناس بطير في الهواء. مفيش آآ اضايا وحاجات كبرى. مفيش اي حاجة ضخمة. اللي هي كانت في الوقت ده هي الشيء الجذاب اللي بتقوم عليه الدراما. يعني هي في الاخر وجهة نظر يا جماعة. مين قال ان الدراما بتقوم على الاشياء الضخمة الزعقة. انا ممكن اعمل من ابسط الامور. اللي تحت الجلد. دراما تعجب الناس وتوترهم. ده الفكرة. وممكن مش شرط هبتدي حلقة الاولى بحدث ضخم ولا جثة. مش عارف ايه بندور. فيش كده خالص. فكان في مغامرة والمغامرة ديا في البداية. كانتش نحكي عاوي يعني اعتقد انه في اول سبع ايام من رمضان كان يبدو كده ان المسلسل ده هيمر وروري الكرام. هيعدي محدش هيحس. اه. لانه مش ملفت للنظر في وسط. تعارف رمضان برضو الاسف بيعمل عندنا حاجة عارف السوق اللي فيه بضاعة كده بتنزل عطبة فتلاقي الكل. اه. فانت مش هتبيع غير لما تقف على. تقطلع تقف فوق الفرش. وتمسك الحاجات. اه. وتزعق جدا وتلفت انتباه الناس ليك. طبعا. لو انت كيوت كده وقعد معتمد على ان. خلاص كده ما بيعناش. الحاجات كويس محدش هيتبش. مضطر تجذب الزبون. فالسابق ده جذب الزبون من اول يوم في رمضان. كان تطور جدا لدرجة غريبة. ان كل واحد بيقول لي يا جماعة تعالوا اتفرجوا عندي. انا عندي اه. والناس بتعلي على بعض في الجثث. يعني كان فيه. فده العكس تماما. وهي مغامرة يعني على النقيد. بالحد تقريبا سابع يوم رمضان اعتقدت انه انا يعني فشلت. بعد كده ابتدى اه الناس تنتبه والانتباه ابتدى يزيد. قعد الكيرفي على لدرجة ان الحمد لله يعني منتنى جدا لكل الناس اللي حبوا هزا المساء. اعتقد مع نهاية رمضان. ومع ايام العيد. وبوستات الناس. وعراءهم. وعدد المشاهدات اللي حصلت في العيد. لان فينا كتير. فترجت على المسلسل ده في العيد من كتر ما سمعت عنه. كتر ما سمعت عنه. فكأني كنت نازل في فيلم عيد. يعني فيه فيلم في العيد اسمه هزا المساء. فالحمد لله يعني الامور مشيت كويس. تاني حاجة ان المسلسل كانت آآ نفسيا انا كنت مستريح جدا. آآ آآ وده خلاني افضل. خد بالك من مخرج كل ما يكون مستريح. هيعرف طلب حاجة احسن شوية. طبعا. فالتجربة يعني لسبب ما كانت مرت بشكل ناعم وسلس. وكل الناس كانت حبت تجربة وكانت قادرة يتعاون مع بعض بشكل عظيم. ده حديث كان عايز كنبة كده ونعود ويبقى قدامنا سندوتشات ونعود ناكل واندردش. طيب انا يمكن بيخلي بقى على حسب علمي وعلى حسب ما باسمع برضو. انه المسلسلات في رمضان بتشتغلوها على الهوة. بتقعد تعدل في السيناريو ومش عارف بيحصل. ايه كلام من انت. الموضوع ده ما خلاكش تقعد تعدل شوية في هذا المساء يعني تراجع نفسك يا نهارب يخد احنا نوع ولا ايه? الناس بدأت تسبقنا طمت يلا العدل. لأ خالص. بتاخد مغامرة حد اخرها. فيش حاجة اسمها كده. انت بتبقى خططنا لكل شيء. يعني تقريبا او الدراما بتاعت هذا المساء كانت في ذهني لحد حلقة 28. وايه المنطقة اللي في الاخر دي? منطقة مرتبكة فيها كذا سيناريو كده بفكر فيه. يعني اه لكن خلاص ده مشروع اكتمل من قبل ما يبتدي فيه. وانا مش هتعطى مع رأي الناس. ده مهندس كده? مش اه. لا وعند اصلا هو الفن مش كده برضه. يعني ده نوع من الفن انا نحبش عامله اللي هو بيتعطى مع اه رأي الناس. اه. لو حبه الشخصية فنقول طب نصحينا. نقول لا ما متش ونرجعه تاني. صح. يعني انا مش في الاخر. بس دي بدأت سكة تشتغل في العالم بقوة يعني. مسألة انه بنقعد نلاحز ونشوف ومش عارف ايه اه ده الناس حبت الشخص ده يبقى زود معاه او ازا كان مات صحيه. ده اختيار. انت ممكن تختار ان انت تكون اه على مشاهدة. فبالتالي بتشوف الزبون عايز ايه. انت فاتح مطعم والناس كلها عندها شكوى انه عايزين الاكل يبقى فيه مالحز زيادة. تحط مالحز زيادة. انت ما بتختارش ده. لما تكون عندك وجهة نظر. فانت مع وجهة نظرك حد الاخر. ما ينفعش في الاخر اه تمشي ورا هوا الناس. هما ديهم حق ان هما يقبلوه او يرفضوه. يقولوا وحش. ما عجبناش. او حلو. لكن انا مش يعني اه هغير من ويهة النظر او من الحدوتة بتاعتي وفقا لهوا الناس. لانه الحقيقة الناس. اه لو انت نفست لها اللي هي عايزة مش هتشعر بالنشوة خالص. ام اوكي لو هي شعرت ان هي بتصنع الاشياء. هي مش تشعر كده. يعني في اه في حاجة فيها مزوكزم شوية كده يعني اسمها مش مش يعني يعني خلي التعبير ادق خليش. اقول لك خليها ايه. انا احب ان انا اندهش. احب ان انا اندهش. انا مفترض لانا بشوفه ده واقع وانا مش متحكم في الواقع. انا ممكن يكون عندي اه تمنيات اللي هيحصل النهاردة بالليل او بكرة الصبح. بس لو مشت كل الاشياء وفقا لهواية انا هشعر بملل. انا مش عارف هيحصل ايه النهاردة بالليل ولا بكرة الصبح. ان انا مش متحكم في الامور.